بعيد الاعلان عن اتفاق لوقف لاطلاق النار بالمنطقة العازلة اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان عن خسائر جديدة بصفوف الجنود الاتراك شمالي غرب سوريا المرصد السوري اكد مقتل جنديين لجيش الاحتلال التركي واصابة ثلاثة اخرين بقصف مدفعي لقوات النظام السوري على نقطة عسكرية تابعة للاحتلال في بلدة النيرب بريف ادلب الشمالي شرقي فيما استهدف طائرات الاحتلال المسيرة تمركزات النظام في مدينة سراقب جنوب الشرقي ادلب وقال المرصد ان قوات النظام شنت هجوما لاستعادة السيطرة على قرى فطيرة وفليفل بريف ادلب الجنوبي كما شنت الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الارهابية الجناح السوري لتنظيم القاعدة الارهابي وبتمهيد عنيف من مدفعية الاحتلال هجوما على المحاور الغربية لمدينة سراقب في محاولة لاستعادة السيطرة عليها يأتي هذا فيما واصلت الطائرات الروسية وطائرات النظام غاراتها على كل من اريحة ومعرة مصرين ومناطق في جبل الزاوية بريف ادلب وسهل الغاب بريف حمى الغربي وكان المرصد اعلن في وقت سابق من يوم الخميس ان الطائرات الروسية استهدفت تجمعا لنازحين في بلدة معرة مصرين بريف ادلب يحوي نازحين من ريفي حمى وحلب ومناطق اخرى من محافظة ادلب ما اسفر عن استشهاد خمسة عشر مدنيا بينهم طفلة واصابت عشرين اخرين كما استشهدت امرأتان واصيب عدد من المدنيين بقصف صاروخي للنظام على دارة عزة بريف حلب والاتارب بريف ادلب